أبو مشعل واحد من رموز الإعلام الرياضي السعودي مدير تحرير الشوء الرياضية بصحيفة الجزيرة أبو مشعل حياك الله يا حلا السهلة ماجد حييك وحيي جريت الرياضية ويسعدني الظهور معك جبرا طبعا ليش جبرا؟ لا أقدر أقول لك لا لذلك شكلاً يرسلك عارف أني لا أقدر أقول لك لا طيب أبو مشعل للحين أنت مقتنع بأنه يعني اللي يديرون البرامج الرياضية عصابات ما هم مقتنع فقط واثق ثقة تامة حلو أنا ممكن أنك ترمي على اللقاء معي مع سمان طيح وقلت أن مجموعة وبالفعل عصابه المعدين والمقدمين كثير منهم أيضاً يتفقون في إدارة شيء معين والدليل أنه في ناس ضيوب في البرنامج ما أتدري كيف دخلوا الإعلام ولا وشلون جوا الإعلام بالبروشوتات طبعاً جايين حلو وبالميول حلو ويحدد الميول بصراحة ايه منهم العصابات؟ حدد لي قل لي منهم أنت الحين قلت عصابات سميهم أسميهم؟ ايه التلفزيون قناة الرياضية السعودية محكومة الفئة معينة قنوات أخرى تجارية محكومة الفئة معينة الناس معينين ما أقصد أنه أنه أنا أحمد ربي أشكر أني من أبحريص ولا يعني أنا دائماً أقول للشباب إذا لم تقدم نفسك من خلال الجهة التي تعمل فيها لن يقدمك أحد جميل ولكن يقصد أنا أتشوف ضيوف لون واحد آه أنت ما أخذها هلال النصر لا موش بس هلال النصر أيضاً هي هلال النصر ما فيها شيء يعني فيه ناس فيه ضيوف فيه فيه صحفيين مرموقين وفيه ناس مهمين ما يطلعون أبد حلو ومن يسجعون الهلال النصر عصابات؟ يعني بالطريقة ذي صبعاً التربيطات أنا أعتبرها أي تربيطات هذه عصابة فلا مو ضرورة عصابة إجرامية مثلاً عصابة متعصبها اللون معين للقبيلة للمنطقة لأي شيء في السرعة زي ما تحب طيب العصابات أكثر في البيت اللي يميلون للنصر ولا للهلال؟ اللي مسيطري مين؟ شوف أنا أذكر واحد من الزملاء كتب عندنا في الجزيرة وهو نصراوي ونصراوي عريق أيضاً قال أنه لما اتجه الأعلام للنصر سيطر الهلال فواضح يعني معروف أنه قنوات الرياضية والبرامج الرياضية في 99% من عشر نصراوية هذه ما فيها كلام أيضاً يا أخي في يوم من الأيام فاز الهلال ببطولة الحديث للفجر هل الهلال محظوظ ولا غير محظوظ في أحد البرامج ليس التركيز العام الماضي فاز النصر في البطولة الدوري الحديث فارق نقطه عن الهلال الحديث أو الإسقاطات كلها على الهلال ليش خسر الدوري يعني في أشياء تصير بالبرامج الرياضية بصراحة لا تحدث إلا لدينا حلو من خارج تأتيك مثلاً مثل بخاري عضو اتحاد سعودي كرة القدم الدكتور بخاري مثلاً يقول لك مثلاً عضو اتحاد سعودي كرة القدم ما قد شفناه بالقناوات الفضائية ولا بالصحف ولا بشيء أسقط على الهلال بكرة ثلاثة اربعة القنوات الفضائية هو الضيف الرسمي وهو المتبنى أيضاً حلو طيب يعني أنا أقصد لما أضرب مثل بخاري أضرب لك مثل كيف العملية جاس الدار والدليل أن الأعلام السعودي الفضائي في غالبيته في غالبيته غير جيد استثناء برنامج التال القوس والد الخارج حلو هذا لا يعني أن يتفق ما يطرح فيها بس أقول لك يعني أحياناً يقدموا نماذج معقولة طيب من القائد العصامة دي أنت تعرف وأنا أعرف أنا ما أعرف يا أخي في أشياء ناجد أنا الذي قانوني الآن ويدري أنه مثلاً في أشياء أنا 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 ممكن تمسك علي وأنا قلتها بالتلفزيون في مقرهم في 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 عقر دارهم قلت أنه في عصابة في عصابة طيب جميل متى الاعتدار الجاي عندكم في الجزيرة أنا كنت تتمنى أن يكون سؤالك أنه والله متى يعني يكون الصحفة الثانية والقناوات الثانية يكون شجعان زي الجزيرة ويعتذرون شوف رغم ذلك الاعتذارين الذين حدثت من جلية الجزيرة كانت لنبل وخلق ورقي الأستاذ خالد المالك وإلا القسم الرياضي ليس له ناقة ولا جمل فيما ارتكب أو شافوا الناس أنه خطأ في المرة الأولى أنا أتفق مع الاعتذار في المرة الثانية أنا لا أتفق حلو طيب في المرة الأولى تتفق ليش اتفقت وليش لا تتفق؟ المرة الأولى أنه النصر فاز بالدولي فريق بطل خلص حق البطولة يجب أنه ياخذ حقه ويحتفى فيه ويحتفى فيه واخذ حقه عندنا في الصفحة الرياضية يعني حتى من بكرة الصباح لما كلمني الأستاذ خالد المالك مستغرب يعني أنه في تناقض بين ما نشر في صفحة غير رياضية وما نشر في الصفحة الرياضية تناقض تام يعني في شادة وفي احتفاء وهنا لا بالتالي اعتذى صار الاعتذار اشترتنا أو قلت لهم أنه يعني يجب أن القصب الرياضي ما لدخل انتم اللي اخطأت وانتم اللي اعتذرون حتى لما ما في اعتذار الاعتذار لما يكون في الصفحات الرياضية الاعتذار الثاني رأي فني تحكيمي الرأي الفني التحكيمي ما في شيء يقال عن أي حد طيب أنا ضد الاعتذار لكن فرض عليه طيب الحين انتصف في الأستاذ خالد المالك وهو طبعا أستاذ لنا كلنا لكن احين تصفوا بالشجاعة والنبل وكل شيء احين ترتكب كارثة وتخطي في حق نادي وبعدين تبي تبي تحول الموضوع لمصلحتكم كل الصحف ترتكب كوارث ما هو كوارث فضائع يا اخي في واحد كتب عن الهلال قال عن الهلال ما لم يقله ما لكم في الخمر وكنت توقع وزارة الإعلام يوقف الصحفي وتوقف الجريد أيضا ولا قال لحد شيء في جريده أيضا قالوا فتح الهلال زين لما كانت زين ترعى الدور السعودي طلع رئيس التحرير في كل القنوات الفضائية المؤدلجة العصابة زي ما تقول وبرر انه الهلالين المختين لزعلانين من كان رئيس التحرير؟ كان رئيس التحرير الاستاذ القدير العزيز جينان الغامدي طبعا انا متأكد انه ليس لدور ولكنه طلع وبرر حلو يعني انت بدلا ما تقول شكرا ايضا عندكم بالرياضية في اخطاء كوارثية تصير هل صار اعتذار منكم؟ انا ما عرف انا اقول لكم كل الصحف طبيعي انه سير في اطار صحيفة الجزيرة خلاص شلت محرر السهرة عشان ليست فيه كوارثوكات مو اللي انه سوه العنوان بالقسم الرياضي مطلقا هذا مدير مناوب لا يهمونك قنوات التجارية هذي الكثير اللي تلمح على انه انه احنا في التخلص من الموضوع انا عمري ما تخلص من الموضوع اي شئ اكتب تقول انا كتبته اي شئ زملائي عندي بالقسم الرياضي اقول انا مسؤول لم يكن مسؤولية القسم الرياضي ولم ينشر القسم الرياضي حتى لم يكن مسؤولية رئاسة التحريب المدير المناوب الأستاذ سعد العجيبان وهو صحفي كبير ومرموق وقدير لماذا يفصل يا أخي هذا رجل مارس بحسب رؤيته إثارة بحسب رؤيته يا أخي كانت صحف صحف وسكرت وغلقت كانت شغلها الشاغل الهلال عنوين وشتم وإعلام الهلال وصحفة الهلال يا أخي شوف الهلال والاتحاد ومبرياتهم صارت رجعت كلاسيكو حقيقي داخل الميدان لما اختفى كثير من الصحف ولما تولى صحف أيضا الناس أرقى ممن سبقه جميل وينك عن الكتابة أنا موجود كل يوم أنا لو أكتب مقال يومي يبيعتبر هذا وجهة نظر الجزيرة لا أنا وجهة نظري أن المسؤول عن الصفحات الرياضية يفترض أو عن الجريد أنه يفترض لا يكتب حسراح ما فيه في هالبلد غير هالولد وأنت طبعا أستاذ لي أنا على الأقل بشكل كبير أتعلم منك وأنا ما جلس تحت إدارتك لكن كل هالعمر في الجزيرة ما فيه غيرك والله يا أبو تركي لو أريك جوالي أنه كله استقالات ولولا وجود خالد المالك تحديدا كان طلعت من زمع جدي أنا أنا أصلا أصلا الصحافة الرياضية لم تعد مغرية بالنسبة لي لم تعد مغرية الوسط الرياضي كله لم يعد مغرية جميل طيب في الهلال غاب الانتقاد في الجزيرة الموسم اللي راح تعودنا منكم إذا صار الرئيس تحبونا بررت وقت الإخفاق وإذا صرت ما تحبونا جلتو زي من اللي نحب بحنا Jillian من الرئيس اللي بالهلال لم ينتقد منهم لا يوجد أتحدى أحد يقول يوجد طيب ليش غاب الانتقاد الموسمين الموسم الماضي السؤال بطال القوس ليش غاب الانتقاد في كل شيء الموسم الماضي يعني أنا أنا تسألني أنا بس حتى أتحدى أحد انتقد إدارة الهلال أو إدارة النصر أو إدارة الأهلية أو إدارة الإتحاد أو إدارة طيب ليش أسأل بطاني الرياضي الذي يشرف أي هيئة الرياضي. لماذا أسأل بالتالب؟ هو يعرف جيدا. هو قريب من أصحاب القرار. هو يعرف جيدا. وأيضا لم نكن مقتنعين. انتقادنا آخر الموسم وقلنا راينا. وبالفعل أنه لم يكن الانتقاد الموسم الماضي موسم استثنائي. جدا استثنائي. يعني سامي الجابر ماسك الفريق وحق كاس السوبر. وتسع انتصارات أول فريق سعودي. في تاريخ الدور السعودي انتصارات متوالية. لا فيها تعادل ولا هزيمة. ثم يغيب. ثم يغيب. في من خطط لإسقاط الهلال؟ شوف. أنا ما أقول مخطط. علشان أيضا تقول لي العام الماضي إلا إذا ما انتقتنا علشان ما أدخل في عشة دبابير. أنا أقول لك أن الموسم الماضي الوحيدين اللي كانوا مستقرين النصر والتعاون. حلو. إداريا وفنيا وبالتالي واحد جاب الدوري واحد جاب الكاس. قال لي لما كان مستقر جاب كاس السوبر وكان متصدر بفارق ست نقاط. حلو. لكن الشي اللي رجل بحجم ومكانة ودبلوماسية ودهاء سامي جابر كوم فريق أنا وأنت كنت بلندن وأنا كنت بلندن. حضرنا السوبر. صحيح. اللي حصى سامي جابر لما فرضوا عليه مشاركة لاعب الاتحاد الموقفين برازيليا في البرازيل. يعني لو رأيس ثاني مو دبلوماسي غير طبيعي كان أثارها وأثر على فريقه وأثر على مجموعة وربما ينهزم ولديها العذر أمام الجمهور. ولكن سامي كان أنا بالنسبة لي أعرف سامي جيدا ولكن كان بصراحة يعني اختبار حقيقي الرئيس غير عادي ونجح وفاز بكاس السوبر من لندن. جميل. ومشى كويس وكان الهلال متجه لإكتساح البطولات بشهادة القنوات المصرية والقنوات الخليجية والقنوات اللبنانية وشأنه. ما عيس في الفترة الأولى حقا؟ في الفترة الأولى كان فيه عضاء الشراب في الأمير بندر بن محمد اللهش فيه في الأمير فيصاب السلطان في مجموعة حول حقق. يعني لو تلاحظه هو سنة حقق خمس بطولات. هو كله ثمان بطولات. أربع سنوات البقية الثلاثة الباقية ثلاثة بطولات. بالتالي محمد بن فيصلا جاء الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب في الوقت غير المناسب. حلو. صالح الطريقي والخط اللي ماشي فيه يلطخ في الزمن وشرايك؟ أنا أترفع عن مجرد الرد على هالأشكال.